اشتركوا في القناة مران بميدان التحرى بجيزة وعين السيرة وغيرها من الاماكن حتى تم الوصولها للمتحف القومي للحضارة المصرية وتم اذاعة بس الحدث على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر الشراشات التلفزيون وشبكة الانترنت وهناك 400 من القناوات التلفزيونية العالمية والعربية بست هذا الحدث على الهواء مباشرة كما اطلقت وزارة السياحة والقصائح حمل اعلانية للتروج لهذا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية خاصة في الاسواق الرئاسية المصدرة للسياحة الامر اعادت الاجهزة الامنية فتح الطرق والمحاور الرئاسية التي كانت اغلاقتها لتأمين الحدث العلامي الخاص بنقل المميوات الملكية من المتحف المصر بالتعاري للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفستات وشهد حدث نقل المميوات اجراءات مكسفة لتأمين خط سير موكب المميوات الملكية بالتنسيق مع الجهات المعنية وكانت اجهزة الامن اغلاقت عددا المنشآت الهم والحيارية ودعم الخدمات الامنية بالمنطقة المحيطة بخط سير المميوات والدفع بقوات التدخل السياح للتعامل الفرع مع كافة المواقف الطرق الى جانب تكسيف الخدمات المرارية لتيسير الحركة المرارية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث وجاء اعادة فتح جميع منافس الدخول والخروج الى ميدان التحرير والمنافس المؤدية المؤدية اليه من كبرى 6 اكتوبرا وكبرى 15 مايو وكذا فتح مع طالع كبرى 6 اكتوبرا القادمة الى شارع النيل وغلق كبرى جلاء في الاتجاه القادم من الجيزة كما جرى فتح منطقة الكرنش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءا من كبرى كسر النيل حتى منطقة الاحتفال واعدت السرع على كبرى الجامعة وكبرى عباس للقادم من الجيزة وطريق مصر حلوان وفتح منازل كبرى المنيب وطريق الاستطراض التي تؤدي الى ميدان قصر النبي وفتح محطة متروسادات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة